اهلا بكم منذ اللحظات الاولى لاحتلال بغداد في التاسع من نيسان من العام 2003 تعالت الصيحات والدعوات الطائفية للثأر والانتقام تحت عنوين تأريخية ورائنا فكانت اولا لاكتيالات الدموية المنتقات للكفاءات والطاقات العراقية من مختلف المجالات والاختصاصات المدنية والعسكرية ثم توالت دوامة القتل الجماعي الطائفية وبلغت ذروتها في العام 2006 بعد تفجيرات سامراء اذ كان يحثر في شوارع بغداد لوحدها على نحو مئة جثة يوميا ثقافة الثأر والانتقام في العراق بعد العام 2003 هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل ثقافة الثأر والانتقام التي شاعت في العراق بعد العام 2003 هي نتيجة لحظة الغزو الامريكي فقط وما هي الظروف والعوامل التي ساعدت على اشاعة هذه الثقافة الدموية حتى اودت بحياة الملايين من العراقيين الابرياء وهل كان المجتمع العراقي محصنا بشكل كاف في مواجهة هذه الثقافة التي كانت تستهدفه بالاساس وهل صحيح أن هذه الثقافة كانت موجودة أصلا قبل العام 2003 والغزو الامريكي أتاح لها فقط فرصة الظهور والانطلاق ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني عبد السلام الطائر أمر من محمد الصدر أعلى الله مقامه ومن الحوز الناطق بأن تقتلوا كل وهاب نذل وكل بعثه حقير نعم بهذه الدعوة الصريحة وغيرها إلى القتل والانتقام المسنود بالفتاوى الدينية وضعت اللبنات الأولى لثقافة القتل والذبح وإراقة الدماء في العراق الجديد ذي النشأة الأمريكية أشيع الثقافة الانتقام والثارات التاريخية والحاضرة وتوسعت عبر عشرات الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة التي أسست بعد العام 2003 بدعم سخي من قوات الاحتلال الأمريكية وبالتعاون مع فيلق القدس الإيراني فكانت بواكير هذا القتل في عمليات الاغتيال المنظمة للكفاءات العراقية وضباط الجيش العراقي السابقة التي اتهمت بها ميليشيا بدر التي أسسها الخميني إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي تواصلت عمليات الانتقام العشوائي ما بعد العام 2003 تحت عنوين التصدي للإرهاب في صورة حروب مستمرة كانت نتيجتها قتل وتهجير الملايين في الموصل والأنبار وصلاح الدين وغيرها من المدن السنية حيث قتل في الموصل لوحدها أكثر من أربعين ألف مدني في حرب استعادتها وفقا لصحيفة الاندبندند البريطانية كما أن التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش كشف أن في العراق ما بين 250 ألفا إلى مليون من المخفيين قصريا وبذلك يكون العراق هو البلد الأول في العالم بعدد المخفيين قصريا ثقافة الثأر والانتقام في العراق الجديد أسس لها خطاب سياسي وإعلامي لم يتوقف منذ العام 2003 عن استحضار كل الثارات التاريخية وضرورة الانتقام والقصاص من أهل الحاضر كما ذهب الخز علي زعيم ميليشيا العصائب إلى أن معركة الموصل هي للثأر والانتقام من أحفاد قتلة الحسين وإن شاء الله تحرير الموصل هو انتقام وثأر من قتلة الحسين لأن هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في ثقافة الثأر والانتقام التي سادت في العراق بعد العام 2003 ثلاثة ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين سيكون معنا عبر الهاتف من العاصم السويدي ستوكولم أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع دكتور ثقافة الثأر والانتقام صنعات أشيعت في العراق بعد العام 2003 حتى أودت بحياة الملايين من الأبرياء قتلا وتشريدا وما إلى ذلك هل هي منتج آخر من منتجات حقبة الغزو والاحتلال ومشروع العملية السياسية التي جرت في العراق أم هي نتيجة عرضية ظهرت نتيجة الفوضى العارمة التي اشتاحت العراق بعد العام 2003 وتفكيك الدولة وبناها ومرتكزات بسم الله الرحمن الرحيم ربما علينا أن نقول أستاذ ماجد بين البداية أنه عليك أن تنظر إلى المشروع وماذا يستهدف المشروع أهداف هذا المشروع وبالتالي تحكم على كل ما يحدث داخل هذا الإطار المشروع الأمريكي مثل ما هو واضح الآن حتى مع الذين رفضوا مع الذين خادعوا ضللوا بعد أكثر من 15 سنة ظهره ما حققت هذا المشروع هذا المشروع يستهدف تدمير العراق فراغه من كل قوى سيطره عليه امتصاص كل قوى امتصاص كل ثرواته وبالتالي رهن إرادته إلى قوى أقليمية دولية تشتيت بهذا الشكل الذي حصله في العراق واللي وصلت الكارثة به إلى هذا المستوى الغير مسبوق في أي دولة الدنيا وبالتالي نعود إلى بدايات المشروع مشروع عندما مشروع الاحتلال عندما بدأ كان كل القوى التي شاركت فيه و جاءت إلى العراق تحت المظلة مظلة هذا المشروع تحت مظلة أمريكا التي احتلت العراق و غزته كانت تعرف من البداية أن هذا المشروع مشروع تدميري والمشروع التدميري فيه قوى موجودة على الأرصة تقاوم هذا سترفض هذا يعني من البداية لذلك كانوا من البداية قد حددوا من هي الفئات من هي القوى التي داخل هذا الشعب سترفض هذا المشروع و كيف يهتم التعامل معهم بأي طريقة يهتم التعامل معهم و وضعت هذه يعني قيد التنفيذ و أعود مرة أخرى إلى بداية الاحتلال لو نذكر أنه أحد رموز هذا الاحتلال كان يتحدث في الأيام الأولى للقصف على العراق و كان القصف شديد جدا و كانت بغداد تهتز ليلة نهار بالقصف الصواريخ و القتل و الدماء كانت تسيل من كل مكان و يخرج في إحدى الإذاعات ليقول و كأنني أسمع سنفونية القصف هذا يسمعه سنفونية يقول ما أجمل ما أسمع هذه من سنفونية سقوط الصواريخ على أهلك كان عن مكية نعم بعد ذلك قالوا أنه اعتذر عن هذه القضية بغض النظر لكن هذا قيل وهذا تاريخ وهذا يسجل كانت سقوط الصواريخ على العراقيين و قتلهم هذا جزء من الانتقام و جزء من الرهبة و اللي كانت تحدث كان يسمعه سنفونية من السنفونيات موسيقى جميلة كانت عندما وصلوا هؤلاء إلى السلطة و دخلوا العراق تحت هذه المضلة كانوا من تفقين من هي القوى التي ستقف ضد هذا المشروع الشعب العراقي من يقف ضد هذا المشروع عليكم أن تمارسوا عليه ما يستوجب وهذا ليس أمريكا فقط مسؤولة عنه أيضاً إيران التي كانت من البداية قد اشتركت و عادة ميليشيات و عادة قوى التي دخلت تحت المضلة الأمريكية مباشرة لديها أيضاً ثارات إذن أمريكا لديها ثارات مع من يقف مع ضد هذا المشروع و لديها ثارات مع هذا البلاد اللي يعني من البداية قالوا أنه ضرب إسرائيل بغض النظر يعني أنا نتكلم عن نظام لكن كان المنهج العراقي من عام 1921 لغاية 2003 منهج معادي لوجود إسرائيل لوجود هذه الدولة اللقيطة اللي موجودة شعبياً و حكومياً بغض النظر عن شكل النظام لكن كان هذا التوجه عام و جزء من ثقافة عامة للعراقيين يرفضون هذا بعد 2003 يجب أن ينتهي هذا و خلال هذه السنوات الأثمانين اللي صبقت 2003 من تأسيس الدولة العراقية لغاية 2003 ضربت إسرائيل بصواريخ عراقية بغض النظر عن النظام اللي ضربها لكن و يجب الانتقام من علماء من مفكرين من أساتذين العراق على اقتلاف النظمة السياسية و الشارك في الحروب ضد إسرائيل 48, 67, 73 فكانت هذه جزء من إذن أمريكا لديها حقات يجب تنفيذها لصالح قوى أخرى إحي إسرائيل ضد من أسهموا في هذا الموضوع و كانت تنتقم منهم لذلك شهدنا فرق الاغتيالات علماء وأساتذة شاركت فيها أيضاً إيران بدر و غير بدر من البداية كان الدم نعم من الأيام الأولى في الأيام الأولى إيران لديها عداء مع كل العراقيين حاربوها لمدة ثمان سنوات بشيعتها بسنتها بأكرادها بعربها بتركمانها بكل فئات الشعب العراقي كان يقاتلون إيرانيين لمدة ثمان سنوات و انتصروا عليها لديها عداء معهم يجب الانتقام منهم و الانتقام من فئات بالتسلسل و فئات أخرى ستجند لصالح مشروحها ذلك بدأت سياسة الانتقام هؤلاء الأحزاب اللي كانوا يتحدثون بالمظلومية و الانتقام و كلها مهيئة للانتقام لصالح أجندات أخرى عندما دخلت العراق خلقت أو صنعت هذا الجو من الرهبة من القتل من الدماء من الانتقام من الغل كان هناك غل يتمشى يعني يمشي في الشارع حقيقة الكل مهدد الكل يعني لم تكن هذه قضية الغل و الانتقام حالة طارئة يواجهون بها فقط من يعتقدون أنهم ربما ضد هذا المشروع لا كان الكل مستهدف بهذا الغل و هذا الانتقام لذلك شهدنا مئات الآلاف وصلت إلى فترات معينة أنت تجد يومية ثلاثمائة أو أربعمائة جثة في الشوارع وترمى في المزابل و القتل مستمر وبالتالي لديهم مشروع من يقف ضد هذا المشروع إيرانياً و أمريكياً من يقف ضد هذا المشروع يجب أن يصفه إذن سياسة القتل و الانتقام و الاستبدال ضد المواطنين و انتهاك حق الإنسان إلى أبعد ما يمكن كانت ضمن أجندة الاحتلال مباشرة و مجرى المؤخر في البصرة يبدو أن هذه الثقافة لا تستثني أحداً أبداً و إن قيل يعني كلام آخر سياسي و إعلامي من يقف يعني البطش و التنكيم به شيعي سني دكتور عبد الحميد العاني ترسيخ هذه الثقافة إشاعتها في العراق بعد 2003 اقتصر فقط على الميليشيات و فرق الموت التي أسسها الأمريكيون و التي أسسها الإيرانيون طبعاً هناك طبعاً ميليشيات تأسست قبل 2003 و هناك بعد 2003 أم تورط فيها جزء من المجتمع من الشعب العراقي نتيجة التحريض نتيجة الخطاب السياسي و الإعلامي التكريهي و اللعب على ربما إذا صح التعبير تناقضات في المجتمع أو اختلافات المجتمع تورط في المجتمع أم القضية لا بقيت فقط محصورة بهذه المنظمات و الميليشيات و عصابات الجريمة المنظمة بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً الحديث عن هذا الموضوع موضوع الثأر و الحقد و كذا ذكر قبل قليل الدكتور أن هناك عدة أحقاد تلاحقحت هنا و اندمجت نحو هدف واحد و هو الانتقام من العراقي و من شعبه على اختلاف توجهات هؤلاء الحاقدين من كان الأداة لتنفيذ هذه الأحقاد و لتنفيذ هذا الثأر هناك بالدرجة الأولى التي ذكرتها فرق الموت الميليشيات الإيرانية العراقية الإيرانية التي تأسست منذ سنوات طويلة و بالمناسبة هي كانت تنفذ هذه الأحقاد حتى قبل سقوط قبل الاحتلال و حدوث الغزو و غيره لكن هل تورط فيها؟ المجتمع لم يتورط لكن تورطت أطراف من أبناء الشعب العراقي ممن كان يعيش المتأثرين بهذا هذه السياسة و هذه المنهجية و هذه العقلية و الذين يسيرون على ذات النهج و ذات التربية و ذات الثقافة فالحقد هو لا يأتي نتيجة لحظة و فقط نتيجة الاحتلال إنما هو يتولد نتيجة تراكمات طويلة جدا تاريخية و تربية و تثقيف و إلى غير ذلك لكن في ظل الاحتلال وجدوا هؤلاء جميعا فرصة الاحتلال الأمريكي أراد أدوات لتنفيذ مشروعه فكان الحاقدون كان الطائفية خير وسيلة لتنفيذ هذه الأدوات لتنفيذ هذا المشروع أفضل و هؤلاء الحاقدون هم أيضا وجدوا في ظل الاحتلال حماية لتنفيذ هذه و التنفيذ عن أحقادهم و تنفيذ هذه الثارات و بالمناسبة هنا رأينا أن هذا الاستغلال الأمريكي لهؤلاء الحاقدين استخدموه في اتجاهين أولا استثمروا هؤلاء الحاقدين لكي يكونوا أداة مباشرة للتنفيذ هذه التهديدات و هذه الثارات و هذه الأحقاد و تنفيذ المشروع الأمريكي بتقسيم الشعب العراقي و تدميره مجتمعيا و إلى غير ذلك و تحريض بعضها على البعض الآخر و احداث نزعات و احداث فتن و غيرها في نفس الوقت هذه الورقة كان الأمريكان يستخدمونها للضغط على الأطراف الثانية كنوع من التهديد و التلويح بها فاستجابت أطراف أخرى لتلتحق بالمشروع الأمريكي بتحت مضلة هذا أو مدعاة هذا الضغط و أنه حتى يشغل الفراغ و لا تترك الساحة لجهة ما إذن هذه النزعة هذه الحقد هذا الثار الضائف و غيره هذا كله هو نتيجة أو أثر من آثار الاحتلال أنه وجد فرصة و بيئة و إلا لو كان هناك قانون و سيطرة دولة قوية لا يكون هناك تنفيذ و تنفيذ لمثل هذه الثارات دائما هناك تباين و تعارض بين سيطرة أو فرض القانون و بين الإنفلات و لذا نرى أيضا أن هؤلاء الحاقدون كان من أهم مصالحهم و أعمالهم و منهجهم هو عدم استقرار الوضع الأمني في العراقي و للسياسي لأنها ستبقى بيئة خصبة كما يقال لإستمراريتهم في تنفيذ هذه المشاريع و هذه الثارات و الاستمرار في تنفيذ بجرائهم بحق أبناء الشعب العراقي نعم دكتور عبد السلام الطائف في ستوك هولم هل ثمت ظروف اجتماعية أو عوامل سياسية أخرى غير قضية الاحتلال ساعدت على انتعاش أو صناعة هذه الثقافة و شيوحها في العراق بهذا الشكل الذي أودى بحياة الملايين من الإبرياء أم بقيت أنها ثقافة معزولة منبوذة مرتبط مصيرها بالوضع الشاذ في العراق الوضع الشاذ الذي نشأ بعد الغزو الأمريكي وبالتالي هي ثقافة لا جذور لها في المجتمع وبالتالي من السهل أو من البساطة أن تموت مع أن يزول سبب إنشاءها نعم أعيد السؤال عليك من الأخير نعم هذه الثقافة التي وجدت أو أشيعت أو صنعت في العراق بعد عام 2003 ما هي الظروف السياسية أو البيئة الاجتماعية التي ساعدت على انتشارها أو شيوحها بغض النظر عن العامل السياسي المتعلق بالاحتلال وهل هذه الثقافة تبقى معزولة وغريبة ومنبوذة عن المجتمع فيها العراق وبالتالي هي مرتبطة فقط نتيجة الوضع الشاذ الذي صنع في العراق بعد عام 2003 المتعلق بقضية الاحتلال وبالتالي لا جذور لها لا أسباب للحياة لأن تستمر أيضا نقطع الصوت سيد ماجد ما تسمعني؟ بالأخير نقطع الصوت بس أعتقد أخذت فكرة عن الموضوع طيب أسألك عن هذه الثقافة وعن ظروف نشأتها السياسية والاجتماعية وهل هي الثقافة منبوذة مطرودة مكروهة في المجتمع العراقي؟ بالتأكيد يعني هو الذي حصل في العراق من تغير اجتماعي بعد 2003 وانتقال السماع العراق من ثقافة الحياة إلى ثقافة الموت وانتقال هذه الثقافة مجموعة سيكوباستية الحقيقة من المرضى مجموعة من المرضى والمرضى قراراتهم خمفة سؤال الهام والمكروف ما هي العوام الكاملة؟ كاملة وراء هذه الأمريكات السائدية والسوق الانتقال يعني من أهم العوامل يمكن أن نفسره هو حقوق مستوى الانتماء الوقد بحساب الانتماء الحزبي والطائب وهذا هو طائب صاهم الحقيقة باجتساس عرب سنة والشعاء لأن العرب تكفلون الأغلبية المطلقة هناك شرائح عم توابت في يصر مع ثقافة الموت والانتقال والتي نسميها ثقافات الفرحية ثبت الكار وهي الأحزاب والجولوجية والتكثيرية المعتبسة نيوجسيا وثيوليسيا والمسيرة بالمتاوى الماريسية الانتقامية التي حولت الانتقام والأرهاب من حال الشعب السياسي وفي الدين إلى واته الأناصر التي ساهمت أو التي تناقبت مع هذا المشروع نعم أيضا ومتعافة المقدرات يعني أولا استخدم السلاح المقدرات حسن الصباح أو فارسي بالمدينة قوم سنة ألف التسعين وهو من طائف الحشاشين ويسمى بالأسطان باللغة الفرنسية اليوم المقدرات التي بدأت في قوم تنتشر في مدينة كربلاء والمدينة النجم فرق الموت كما تفضلتم هي فرق أمريكية وفرق إيرانية يعني تعيين السفير وهو رئيس فرق الموت الهندراتي وتعيين أيضا كير الذي يسمى بتفاح بغداد وهو كان مستشارة وزارة الداخلية وقدر تتعيين ستيفنسون فورد ممثل أمريكا بالنجف منسقا وهذا قامت بحرب الهندرات كولومبيا في التسعينات كان الغرض كل هذه الأمريكية هو إجهاض المقاومة الوطنية العراقية اختيال العلماء اختيال الضباط اختيال الضباط استهداف على مدينة أيضا في هذا الداخل فرق الإيرانية ديجي تليغراف نشرت أن إيران نشرت فرق موت قبل الانتخافات استهدت كل صوت يساعد في عدم تشكيل حكومة موالية لإيران ما حصلت العراق في الروح الانتخامية وقوقت الحقيقة من الصعب الصعب تستيقه لا في المجتمع الشواء ولا في مهتدة العقل البشري لعلي الورد حالة شابتة وفارة عدد مجتمع العراق شابتة شواز التحكام الحاجة بالأهداف التي شاءت مرائلة ما تفضل حضرتك والدكتور رافع بخصوص أنه المشروع هذا لا يقص أسطلة وشيعة يعني اليوم اضع فيديو اتكيب عن احتفال للسهداء وكان من بين الحاضر من طريق مسجدي السفير الإيراني أولا ما تمع كلمة الشهيد وتعرف القتلة الآن والسهداء هم من السنة والشيعة كلمة الشهيد ترك القاعة هذا يدل على يدل على عدم احترامهم لا للأحزاب الحاكمة ولا للشعب العراقي وشكرا نعم دكتور رافع هذه الثقافة التي الآن عمرها 15 سنة تأسست عام 2003 وذكرت جزء من العوامل المؤسسة لها والأطراف أيضا المساعدة التي عملت على إشاعتها في العراق أين تقف الآن هذه الثقافة ثقافة الثأري والانتقام بعد هذا الحصاد المر من 15 سنة أين تقف الآن الآن بنفس قوتها بنفس قوة دفعها بنفس عنفوانها أم هي في طور التلاشي الضمور أين تقف ربما علينا أن نقول أولا أستاذ ماجد أن هذا الانتقام لم يكن على المستوى يعني مثل ما نتحدث عن المستوى الطائفي فقط نعم هناك أحزاب وقوى دخلت تحت يعني نعود البدايات دخلت تحت المظلة الأمريكية أمريكا كانت تعرف وكل القوى التي جاءت بهذه القوى لتحكم العراق كانت تعرف أن هؤلاء غير مهيئين لحكم العراق وغير قادرين على حكم العراق واستلام العراق بهذه الطريقة هناك مشروع تدميري هؤلاء سيكون رعاته لكن البلاغ لهم كيف تستطيعون أن تسيطر العراق بالطريقة التي ترونها واذا نحميكم وهذا ما حصل هذا أنا لم أسمع توجيههم بهذا الحال ولم تسمع أنت ولا الدكتور عبد الحميد ولا ضيفك الدكتور الطائي لكن واقع الحال يؤكد هذه القضية عندما كانت تتحرك الميليشيات وكنا نراها في بغداد وفي كل المحافظات كانت القوات الأمريكية تهيئ لها الطرق للمرور إلى مناطق معينة لكي تفتك بالناس وتقتل وتخرج وبحماية القوات الأمريكية وكانت القوات الأمريكية تنظر إليهم حتى السراق اللي كانت تشجعهم على هذا الموضوع بل أنه خبير الإرهاب الأمريكي جيمس استيل هو من أشرف على تأسيس هذه الميليشيات بالضبط وفرق الموت بالضبط هذه القوى عندما جاءت إلى العراق لديها خصوم لكي تسيطر على لديها خصوم خصوم على المستوى القومي نتحدث عن أحزاب كردية وعربية وشيعية كلها لديها خصوم وهذه الأحزاب تريد أن تسيطر لديها خصوم على المستوى القومي لديها خصوم على المستوى الديني لديها خصوم على المستوى المذهبي لديها خصوم على المستوى المناطقي والعشائري فبالتالي والشخصي والشخصي نعم فلذلك لديها خصوم في كل هذه الاتجاهات يجب أن تحارب كل هذه الأحزاب تريد أن توظف الناس للانتقام مع وجود مظلة تشجع على هذا الانتقام ولو كنا نتذكر سنتذكر أبو غريب ما فعله الأمريكان في سجن أبو غريب كيف عاملوا الناس بالتعذيب والانتقام دكتور نطر نتوقف عند كيف عامل أمريكيون السجناء في أبو غريب نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة لتبحث في ثقافة الثأري والانتقام التي نشأت وأشيعت في العراق بعد عام 2003 ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في ثقافة الثأري والانتقام التي أشيعت في العراق بعد العام 2003 ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني ومعنا من العاصمة السويدية ستوكول مستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطي دكتور كنا نتحدث قبل الفاصل عن أن واحد من مراحل ثقافة الثأري والانتقام هو ما جرى للأسرى والمعتقلين في سجن أبو غريب نعم أنا أقصد من هذا الحديث يعني عندما أتيت بمثال أبو غريب أريد أن أقول أن هذه القوى المحتلة المهيمة على العراق كانت في البداية كانت تفعل أشياء والآخرين يقلدونها يماثلونها بالفعل لأن هذا الفعل مقبول عندما تقتل بالشارع كانت القوات الأمريكية تقتل بالشارع تقتل حتى الذي يتحرك بسيارته على الرجلية كان يقتل الميليشيات والقوى هذه اللي معطيها الضوء الأخذر أيضا تقتل وتفعل نفس الشيء عندما تداهم البيوت وتختصب حقوق الناس وتسرق القوات الأمريكية كانت تسرق من الناس من بيوتهم كانت الميليشيات تفعل نفس الشيء لأن هذا الفعل مبارك عندما فعلت ما فعلت في سجن أبو غريب كانت القوات الحكومية والميليشيات لديها قد فتح السجون السرية وبدأت تعذب الناس في الشادرية وغير الشادرية وهذه السجون بالإدريلات وغير الإدريلات كجزء من حالة عامة تريدها القوات الأمريكية تريدها القوات التي احتلت العراق فإذن المشروع هو مشروع انتقامي وكل القوى المتحركة على الساحة عليها أن تنتقم لكي تثبت وجودها على الأرض أمريكا تريد اللي احتلت العراق تريد أن تثبت وجودها العراق بالانتقام من العراقين بقتل بذبع إبعاد هل قضية القتل تحدث عن جنابك القتل لقوات الاحتلال والقتل أيضا للقوات الرديفة من الميليشيات وفرق الموت كان جزء من مشروع لقتل الناس استهداف الناس أم أنه كان في إطار ردة فعل على ما جرى ضد هذه القوات من مقاومة ومن رفض ومن تصدي فلذلك الأمريكيون القوات الاحتلال والقوات هذه المساندة لها كانت في ردة فعل ردة فعل على هذه العمليات الكبيرة التي استهدافتهم من 2003 إلى 2011 انسحاب الجزء الأعظم من القوات الأمريكية ابتداعا كان هم قادمون للقتل أم أنه كان ردة فعل جوبه بالرصاص إذا كنا دعا القتل لأن الانتقام يشمل القتل وغير القتل إذا كنا نتحدث عن الانتقام هل هو مشروع قادم في ذهنهم وموجود على الورق وريدون أن ننفذوه أم هو ردة فعل فيما حضرتك تتساءل نعم فترة القصف التي حصلت على العراق قبل دخول القوات الأمريكية المحتلة إلى بغداد يوم 9 نيسان 2003 نعم ما الذي شمله؟ شمل كل البنى التحتية في العراق التي البعيدة والقريبة التي ليست لها ربما ليست قريبة حتى من مركز السلطة بعيدك جدا في محافظات بعيدة استهدفت كلها محطات الكهرباء ومحطات المياه ومحطات تصريف المياه الثقيلة والمستشفيات والمدارس وكل شيء والجسور بحيث ثلاثة أربعة جسور قد دمرت يعني التكرار ما جرى بالواحد تسعين بالواحد تسعين نعم هذا واحد حتى اسم العملية الصدمة والترويع نعم في عام 2003 عندما تأتي إلى بلد إن لم تكن لديك مشروع الانتقام منه وتخريبه بهذه الطريقة دعا القتل يعني استحدث عن القتل وتحدثنا عنه لكن عندما تذهب إلى المعامل مصانع عندما يكون لديك كل هذه المعامل والمصانع وفي لحظة واحدة كلها كل هذه في أيام متتالية كل هذه المصانع تقصف وترفع من أو يترك عليها الصراق لكي يسرقون مكائنها وكل ما فيها وتنقل إلى أماكن أخرى ماذا يعني هذا إفراغ البلد من قدرته على البناء على الصناعة على كل شيء إفراغه من قدرته على تقديم خدمات للمواطنين إفراغه من قدرته عندما يترك الصراق والذين يحرقون المكتبات والمتاحف والجامعات ومراكز العلم ما هو المقصود منه انتقام من هذا البلد عندما تحرق كل هذه هناك مشروع لإحراقها لتدميرها لشاعة هذه الفوضى فوضى الانتقام كل هذه القوى التي جاءت من إيران وهي أساساً جاءت من إيران لا أحد يتحدث لي أن قوة أخرى جاءت من المريخ كلها جاءت من إيران والذين جاءوا مع القوات الأمريكية كانوا أيضاً أتباع لإيران ودربوا في براغ وغير براغ وجابوهم وارشوهم ما معرف وين وجابوهم أيضاً دخلوهم إلى العراق كلهم بنفس النفس جاءوا الانتقام من العراقيين وهذا ليس ردة فعل يعني ليس موجهاً ضد مجاميع ربما يرونها شاذة في العراقيين قد تقف ضدهم لا كان موجه لكل العراقيين كل البيوت العراقية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال كانت مهددة بالقتل وبالتدمير وكانت خائفة والصدمة والترويح ساكنة نفوسة يعني ليس المقاومة هي المقصودة فقط المقاومة حق مشروع وفعل طبيعي لشعب تعرضة للاحتلال هذا يعني لأمم المتحدة محترفة به وكل الأديان تحترف به هذا حالة واحد لكن انتقام من العراقيين بهذه الطريقة بالتعذيب بالقتل بالترهيب بالتهجير بحرمانهم وكل شيء نعم من كل الخدمات هذا جزء من الدماء عندما تسهيل بالشوارع وتجد الجثث في الشوارع هذا جزء من ثقافة الانتقام من توطين العراقيين على ثقافة الانتقام والثقافة هذه أنه لديك العشيرة الفلانية لديها لديها ثارات مع العشيرة الفلانية يجب عليها أن تصفي هذه الثارات وهذا نقطة مهمة دكتور عن قضية أيضا مساهمة أنواع الخطابات في إشاعة هذه الثقافة هذه ربما علينا أقول أن هناك مئات الكتب قبل الأفلام والفيديوهات كانت هناك مئات الكتب قد وصلت إلى السوق العراقي وصلت إلى متلاول الناس تدعو إلى الانتقام والكراهية وكانت تحرض على القتل وهذا مرضى نسأل دكتور عبد الحميد العاني دكتور فقط الخطاب السياسي والإعلامي الذي جاء أو الذي يسوق من قبل قوى قوى مشروع الاحتلال التي جاءت مع الاحتلال بعد عام 2003 هو الذي ساهم في إشاعة وصناعة هذه الثقافة ثقافة الثأري والانتقام الدموية أم أن هناك خطابات أخرى ساهمت أيضا بهذه الثقافة الخطاب الديني الخطاب الثقافي أي من الخطابات الأخرى كان عضيدا لهذا الخطاب السياسي والإعلامي الطائفي المحرض والحاض على الكراهية وعلى الثأر والانتقام يعني في بلد مثل العراق غالبية شعبه متدين التزام ديني فبالتأكيد كان للخطاب الديني كبير الأثر في صناعة الثقافة بل حتى ما ذكرته من أنه الخطابات السياسية والإعلامية هي أيضا تلونت وارتدت عباءة الدينية في هذه الخطابات التي أصبحت موجهة لقضية صناعة الكراهية وصناعة الحقد والدعوة والتحريض إلى هذه الثارة الخطاب الديني كان موجودا قبل الاحتلال رأيناه أنه كثير منه طبعا ليس كله يصب في هذا الهدف لصالح هذا الهدف الخطاب الديني في العراق من عدة جهات كان منهما يحاول تهديئة الشارع العراقي وصناعة ثقافة التسامح والتعايش وغيرها ويقوم على أساس العدل بناء من انطلاقا من قول الله تعالى ولا تزير وزيرة وزر أخرى لكن مقابل هذا الخطاب كان هناك خطاب سري وعلني ولا سيما بالأبواق أو الوسائل التي ترعاها أمريكيا وإيران لتحقيق هذا الهدف ورأينا كيف تحقق أو انتقل هذا الخطاب ليصبح تنفيذه على شكل مشاريع عبر ميليشيات وعبر قادة ميليشيات وصناعة بوت منذ الأيام الاحتلال الأولى عبر زعاماء كانوا يرتدون العمامة الدينية ومارسوا مثل هذه الخطابات التحريضية المباشرة ورأينا أن هذه الخطابات الدينية التحريضية المباشرة أصبحت مرعاة يعني محمية من قبل الاحتلال والحكومات المتلاحقة لذا كانت هذه قضية قضية جوهرية فيه ومؤثرة في أبناء شعراب العراقي لذا نحن في هيئة علماء المسلمين منذ الأيام الأولى للتأسيس وأيام الاحتلال يعني انتبهنا إلى خطورة هذه القضية وخطورة علماء الدين في المجتمع العراقي وتأثيرهم وتبادلنا الزيارات مع العديد من الشخصيات الدينية من مختلف المذاهب لأنه عرفنا وهذا كان واضح من خلال الخطاب خطاب ومشروع الاحتلال الأمريكي أنه يدق على هذه القضية وكثير من السياسيين والعلماء الدين الذين جاءوا مع المشروع الأمريكي يطرقون على هذا الوتر لذا تبادلنا الزيارات مع العديد ووجدنا استجابة من عدد منهم لتحقيق نفس الهدف وهو تهديئة الشارع العراقي والتعايش ونبذي هذه الأفكار لكن للأسف بالمقابل كان هناك أطراف أخرى هي كانت وتتحمل الوزر الأكبر لصناعة وإدامة وأكبر مغذيات ويبدو كان صوتها أعلى من الصوت الحكيمة أو العاقلة أعلى ولأنها أيضا مرعية ومحمية من قبل الاحتلال ومن قبل الحكومات الأخرى ومن قبل إيران التي مكنت لها بوسائل عدة وأصبحت صوتها أعلى لهذا السبب لكن استجابة الشعب العراقي هنا تباينت بين الاستماع لهؤلاء أو هؤلاء دكتور عبد السلام الطائم هناك من يريد الإيحاء أن هذه الثقافة ثقافة القتل الثأر الانتقام ليس من شؤها أو جذرها سياسي متعلق بالوضع الشهاد الذي أوجده الغزو الأمريكي في العراق بعد عام 2003 وإنما هي ثقافة تراكمية نتيجة التناقضات أو الاختلافات المجتمعية في العراق هناك تنوع مذهبي وتنوع إثني وهناك أيضا ربما تناقضات حتى مناطقية وإثنية وقبلية بالإضافة إلى تراكمات سياسية تتعلق بمراحل ما قبل عام 2003 الغزو فقط رفع الغطاء صنع كوة لهذه الثقافة الدموية فأخرجها من هذه البئر العميقة دكتور عبد السلام نعم أسمعك أسمعك فضل عفوا هو الحقيقة هي عقلية تصفية هتابات سياسية نعم متراكمة متراكمة وليست حساسيات اجتماعية أبدا لأنه الوجتمع العراقي لا زال لا تشتكى منه وانتدعى له السهر والحمة وهناك ذكر جيدا عندما حدثت حالة الفيضانات كيف تتوجهت حملت لإغاثة الحافظة المواصلة من الأفضار في نظر التنوبي الشيعي هناك تخص يشتعبات عبين السواء القليل ماركي الهيئة ذات ماركي الانتماء ولا وطن وما ترطع ذات الانتماء المقاش والولاء الخارج تنوّح مذاك وليس ماركي ومتبع الانتماء هو تدبو قائد تدبو تلوان وتدبو تدبو الانتماء لذلك اه اه تلاف صراع 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 كياسي مدعو من اه 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 وكانت تهدي حمومة سماع اه هم تصرفات بروح الانتقام كانت قراء عن رجلات يعني تدبو 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 كنت معنا من ستوكولم عبر الهاتف شكرا جزيلا دكتور فقط القضية فعلا انه مغذيات هذه الثقافة كان لها مغذيات قبل 2003 يعني غير الاحتلال غير عملية السياسية غير هذا الخطاب الطائفي السياسي والعلامي ايضا من مغذيات الرئيسية تناقضات فيها المجتمع شيعة سنة عرب اكراد مناطقية كلها صنعت هذه الكرة الكبيرة من النار والقضية فقط الاحتلال رفع عنها الغطاء كانت مغطات كانت كامنة بفعل سطوة السلطة لا يمكننا القول بهذا الشكل الحقيقي استاذ ماجد لان التناقضات موجودة في كل المجتمعات في كل المجتمعات في الدنيا هناك تناقضات هناك اختلافات هناك رؤى مختلفة ليس هناك مجتمع منسجن في الدنيا متطابق متماثل وهذه حالة طبيعية في كل مجتمعات الدنيا وربما هذا الاختلاف هو الذي يصنع شيئا جميلا صورة جميلة نعم ربما هذا اختلاف الالوان واختلاف التوجع ربما يصنع شيء جميل حقيقة ليس بالشكل بالشكل القبيح الذي نراه على العراق من عام 2003 لحد الدلال لكن اريد ان نقول انه هذه القوى السياسية التي جاءت مثل ما قلنا تريد ان تمسك السلطة لديها خصوم غير قادرة ان تمسك السلطة يجب ازاحة هذه الخصوم ازاحة هؤلاء الخصوم استخدمت قواها الميليشياوية وسطوة القوة الامريكية قوة الاحتلال تحت هذه المظلة تحركت للنيل من خصوم يعني هم يمتلكون الادوات اكثر منهم لمعاقبتهم كما انها لا تتورع عن صنع اي بيئة توفر لها الاستمرارية في الامساك بالسلطة اي انكارة دموية او غير دموية نعم لذلك الخطابات كانت مؤججة بهذا الاتجاه نعم وعندما حتى عندما يرون ان المجتمع قد ركن الى الهدوء او السكون او ربما الى الى قدرة فترة الى التفكير تفكير بما يجري يجدون حدثا وهذا ما حصل مثلا حتى قبل انتخابات اعيد الخطاب الطائفة مرة ثانية ايضا واضح كان ربما سأتي الى حدث كبير عام 2006 نعم عندما حصل التفكير في سامرة كانت لحظة فارقة نعم كانت لحظة فارقة ومطلوبة ومخطط لها فترة ستأتي فترة على الشعب العراقي سيعي الكل شيعة سنك راد عرب كلهم سيعون انما حصل في العراق كارثة كبيرة وعليهم ان يتداركوا الوقوف امام القوى التي فعلت هذا واذا بهم واذا يحصل التفجير والانتقام اللي شهدناه يعني فاق كل شيء هذا جزء من عنده والجزء الاخر المهم بعد ان استطاعت هذه لفترة معينة هذه القوى الحزبية وبميليشياتها من الانتقام وشعة الانتقام بدأت تعمل على التجهيل خطة التجهيل نعم انت تحتاج الى قوى محلية تستخدمهم اما كأدوات بالقتل والانتقام او ادوات تستمع وترى ولا تقول شيئا لا تتفاعل مع المشجعة او ساكتة هذا ما يحتاجونهم فبالتالي بدأت عملية التجهيل نعم انا لا اقصد التجهيل والجهل من لا يعرف القراءة والكتابة هؤلاء كثير من الناس لا يعرف القراءة والكتابة لكن بعقله وبروحه وبإيمانه وبصفاء قلبه ونفسه هو اكبر بكثير من الحاصلين على شهادات اعلى الشهادات ما احترامي لكل الشهادات انا اقصد هذا لكن التجهيل ان يكون عقله مغلق نفسيته مغلقة وهذا ما حصل تجهيل في الوعي في الوعي نعم وصولا الى القول انه انت من يحرمك من فلان قضية هم الجهة الفلانية كيف تزيحهم انتقم منهم نعم وهذا ما حصل في الذين يعني دعني اقول الذين يلطمون نعم كانوا يقولون لهم ان الجهة الفلانية المجموع الفلاني المكون الفلاني هو ضد هذه الفكرة انت تريد ان تلطم وتريد ان تفعل كذا وتمارس هذه الشعائر هناك من يقف ضدك لذلك كانت عندما تسير هذه ونذكر ايضا قبل هذا انه سارت في بداية الاحتلال من عام 2003 ويمكن الى حتى 2005 كانت تحصل زيارات كبيرة الى النجف وغير لم يحصل فيها اي تفجير ولم يحصل فيها اي انتقام ولا اي قتل وكانت ولم تكن هناك قوى للشرطة ولا للجيش ولا حمايات وكانت بعدها كنا نشاهد تفجيرات في وسط هذه التجمعات كنا قنابل تنفجير من اين تحصل هذه كان يراد منها تأجيج هذا اللاوعي هذا الفكر اللي خلقوه هذا التجهيل لكي ينتقم من مكون معين من ناس معينين تحليظ المجتمع على بعضه البعض هذا جزء من مخطط هذا جزء لم يأتي اعتباطه لم ينزل بالفراشيوت هذا كان مخطط الى وكان مخطط لانه هذه القوى لا تستطيع ان تلعب على الساحة اللم تخلق مثل هذه البيئة وهذا الجو الانتقامي هذا الجو المملوء بالدم والقراب والفوضى الامي لا دكتور عبد الحميد بعد هذا المخطط بعد 15 سنة على هذا المخطط وتسيد هذه الثقافة واشاعتها ويعني انتجت ما انتجت من منتجات دموية اودت بحياة الملايين هل تعتقد انه الان ثمت استعادة للوعي المجتمعي من خطورة هذه الثقافة من خطورة الخطاب الذي يصنع ويغدي هذه الثقافة من خطورة القوى التي تعمل على ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع هل ثمت استعادة للوعي؟ لا بس ان نقول في البداية انه قضية الحقد والكراهية موجودة عند كثير من الناس لكنه متى تتنامى وتتضخم هذا هو الذي من يخضع لهذا الخطاب ولغيره الشعب العراقي اعتقد اليوم ربما نحن ذكرنا اكثر من مرة انه في تنامي الوعي لدى الشعب العراقي تنامى في عدة اتجاهات منها السياسية وتحديد المشكلة وغيرها ومنها في هذا الاطار قضية الحقدة يعني رغم ما حصل واكثر من فتنة جرت على الشعب العراقي لكن الحمد لله لم ينجر في الشعب العراقي مجتمعيا بشكل كامل نحو هذه الاحقاد وهذه الثارات وغيرها لذا متى يكون هناك افاقة قوية وكاملة من الشعب العراقي حينما يكون هناك ان تسود قضية الهوية الوطنية وان يكون فكرة الوطن الجامع والتعايش السلمي عند الجميع حينئذ سيكون هناك تعالي وتسامع على هذه الثارات وهذه الاحقاد ويكون هناك نبذ لهؤلاء جميعا ونحن نرى ونسمع اليوم هل تمت معطيات ومؤشرات على هذا التوجه هذه النزعل الوطنية يعني بما انه هذا من اهم مغذيات هذه الاحقاد هي القضية الخطاب السياسي بل العملية السياسية والمشروع السياسي باجمعه هنا نرى ان هناك ايضا ترابطا بين الوعي لتمييز وتشخيص هذه القضية والوعي لابناء الشعب العراقي في تشخيص خطر وخطورة العملية السياسية فكلما يتنامى هذا وهذا ما نراه اليوم حينما يقوم ابناء الشعب العراقي بالتظاهر وتناسي او الابتعاد عن مثل هذه الخطابات الدينية او الثارية عفوا والطائفية وغيرها فهذا ايضا مؤشر من مؤشرات هذا الوعي ولكن لا يزال المجتمع بحاجة الى ايضا تغذية مقابلة مقابلة لتلك التغذية الطائفية وتلك التغذية الحقدية وغيرها يحتاج الشعب العراقي الى تغذية تغذية الخطاب المعتدل السليم لذا نرى ان هؤلاء ايضا جزء من مشروعهم هو محاربة كل الاسوات المعتدلة سواء كان بالخطاب الديني او الاعلامي او السياسي نجد هناك اغتيالات واقصاء وغير ذلك لهذه الشخصيات واليوم ربما واليوم نحن اصدرنا بيانا في اختطاف احد الشخصيات الدينية لانه صاحب صوت مؤثر لمعالجة مثل هذه الحالات واحداث نوع من التوازن والخطاب المعتدل اجتماعيا ودينيا لذا هناك تلاقح وتكامل بين هؤلاء السياسيين وهؤلاء الحاقدين والمفسدين اشكرا لك شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين وكان معنا من العاصمة السويدية ستوكول مستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام الطائفي هذه الحلقة التي بحثت في ثقافة الثأري والانتقام في العراق جذورها ومسبباتها وايضا اسباب تغذيتها نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة نقاش هذه الحلقة اشتركوا في القناة في هذه الحلقة من طورة حوار والتي ستحركوا فيها بسمك دكتور هذه الثقافة التي تحدثنا عنها ثقافة الثأري والانتقام تقف راه قوى كبيرة خطاب سياسي واعلامي مدجج بأدوات كبيرة يعتمد على خطاب تكريه خطاب شحن طائفي لا يتورع عن فعل اي شيء لصناعة هذه الثقافة لانها من مسببات استمرارة في الحكم كيف للمجتمع ان يصنع تحصين الذاتي مصدات ذاتية امام هذه الثقافة لان هذه الثقافة الدموية تستهدف بالاصل تستهدف المجتمع وانسجامة ووئامة وهوية الجامعة كيف له أن يدافع ذاتيا عن نفسه؟ عندما يدرك المجتمع أن المشروع الذي جاءه بعد عام 2003 هو مشروع تدميري مشروع الاحتلال أن أي قوة الاحتلال في العالم لا تأتي لبناء شيء تأتي للتهديم لا يوجد محتل في الدنيا دخل بلداً وعمر البلد واشقعة التنمية والبناء والرفاهية في بلد هذه كذبة كبيرة مثل ما ادعوا في عام 2003 عراق جديد ومزدهر كذبة كبيرة عندما يعي الشعب أن هذه هي الكذبة الكبيرة فإذا هذا المشروع كل ما جاءه مع المشروع هو لتخريب البلد والتدميره وسياسة أو ثقافة الانتقام والثأر هذه جزء من مشروع الاحتلال جزء من مشروع تدمير البلد إذا ما فهم الشعب أن هذا المشروع هو السم القاتل له سيتخلص من هذا المشروع الشرار الأولى الوعي وقوفه ضد هذا المشروع سينهي ثقافة الانتقام والثأر هذه اللي موجوده أما أن يذهب لثقافة الانتقام والثأر والمشروع باقي ستعاد نعم ستعاد هذه بأجيال جديدة وأجيال أخرى القضية تتعلق بالمشروع على الشعب أن يدرك تماماً أن هذا المشروع مشروع مدمر قاتل له لحاضره ومستقبله فلذلك يوقف هذا المشروع ستقرف هذا المشروع شكراً جزيلاً نلتقي في الأسبوع القادم أياكم الله بارك الله فيكم